السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 15 كانون الأول ديسمبر طبعا بما أنه اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح ينتقل لبرج الدلو طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 55 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر للدلو ورح يظل القمر موجود في برج الدلو لغاية الساعة 57 دقيقة من مساء يوم الأحد 17-12 لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت طبعا القمر الآن موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و 47 دقيقة من صباح يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه الآن موجود في برج الجدي معناته منظل من الآن ولغاية ساعات المساء تقريبا أنه أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطب في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بالنسبة لألنا وبعض ممكن يتشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوض يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو تحفي مثلا أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون يعني بعد منتصف الليل ساعة 12 و 59 دقيقة بعد منتصف الليل هاي الليل الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعدها يعني بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ساعة 9 و 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث وعليفا أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا تمنحنا كفاءات للعمل الفني المسرحي الروحانيات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 و 3 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر يعني للسلبي بيبدأ الساعة 4 و 3 دقائق عصرا من عصر اليوم الجمعة وبيستمر لغاية الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بانتقل وبيستقر في برج الدلو عشان هيك بنشعر بساعات المساء إنها بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من أنه تصرفات عاطفية يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة الشعر أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق بمجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بظل عنا الأعضاء الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأكثر حساسية لغاية ساعات المساء واللي ما لازم إننا نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغدة الدرقية هاي بتصير أكثر حساسية من ساعات المساء وما بعد بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية قصوصا العمليات دون الأعضاء اللي ذكرناها باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة ومش بفترة خلو المسهر هذا اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لزراعة الشعر لا يصلح لإزالة الشعر الزايد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه يعني رح يستقر في برج الدلو من ساعات المساء فخلو المسار القادم بيبدأ ساعة 12 و3 دقائق من ظهر يوم الأحد بتوقيت جرينيتش وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر بالقمر الهلال الجديد عمره ثلاثة أيام في تمام الساعة 7 ودقيقة صباحا بصير أربع أيام نسبة الإضاءة 11% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس بالقاوس حتى يوم 22-12 منتحسي بنسبة 50% القمر في الجديد رح ينتقل في ساعات المساء للدلو رح يظل في برج الدلو لغاية يوم 17-12 سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في الجديد بيتراجع حتى يوم 23-12 سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات العصر سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 منتحس بنسبة 40% المريخ في القاوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن ولغاية ساعات المساء واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أن تهدئوا من روعكم وما تنفعلوا وتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم وتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما من ساعات المساء فهنا ابتلتقوا الأصدقاء بتحاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا واحدين فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا ابتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات المساء هونا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنه ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد بعشان هيك التزم بالمسؤوليات فترة واعدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعيد تنظيم مركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخفف من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما في ساعات المساء هنا بتنشط في مجال الدراسة والاتصالات وبصير في فرصة للقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء يعتبر فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن القمر ما زال موجود مقابلكم صحيح أن هالفترة جيد إلى إتمام خطبة أو تعزيز علاقة عاطفية أو مصالحة ولكن مش بفترة خلو المسار بتظل الفترة هاي سلبية وضاغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات المساء فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أو إدخال تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما تعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لا تكرار محاوله سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء حاول أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو بتنتبهوا لغذاكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم حاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المساء هنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحمك تحمل هذه الساعات والأيام القليلة القادمة ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات المساء وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شأنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول إنك تصحيح الأخطاء أما من ساعات المساء هنا بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حذروا من أي تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات المساء وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لا جواء إعدائية ومتوترة فعشان هيك راعي وضعك الصحي أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم من مع أحباكم ممكن تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات من الآن ولغاية ساعات المساء وبتظل هاي الفترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة وممكن تتعزز العلاقة مع أخ أو جار تدعمك الحظوظ وتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وما زالت بتحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما من ساعات المساء وما بعد بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتظل الساعة تاي من الآن ولغاية ساعات المساء بتحمل بورصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عنه عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تتحققوا من خلالها بعض الربح أما من ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا إسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية بتحمل هذه الفترة انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحها وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات المساء وما بعد بتعيد تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا معنويا فما تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل الوضع انه بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن ولغاية ساعات المساء لأنه راح يضل وتيرتكم هادئة لحد الركود ممكن تلغوا مشاريعكم أو تعانوا من تراجع معنوي أو صحي لا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندموا على أي خطوة بتقوموا فيها أما من ساعات المساء وما بعد هنا بتسعب تستعيد نشاطكم حيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو فيه خبر صار خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن ولغاية ساعات المساء واستغلال هذا الوقت قبل وصول القمر لبيت متاعبكم فمنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح فبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرار حاسم فترة يعني فارغة وفاشلة فبتكوا تحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة واتجنبوا يعني أن تتخذوا قرارات لأنه ممكن تخيب آمالكم أو تتأخر أعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر